أهم صفقة عمالها المهندس عبدالقيعي كان مين؟ لا مش أهم أصعب صفقة أصعب خدت وقت يعني اللي هو كان مين؟ اللي هو كان كابتن أحمد حسن 12 سنة باشتغل في أحمد حسن لمدة 12 سنة انت رشال في السد العلي كانت كدس من سنة يعني هو كل ما روح يدت أنا وراه وعرفت كل صغيرة وكبيرة عيد ميلاده وإنت بيتفاستح بينه بيخرج فيه يليهين أقوله كل سنة طيب إنت جاي ابني وأنا في دبي تقولي كل سنة طيب أمال يا كابتن وأنت شوية فأول ما خلص قال لي يا كابتن عدلي أنا جاي عن نادي الآن دي كانت أصعب وراها بركات وراها بركات عشر سنين وسيد معاوض سيد معاوض خلصتها مع يحي الكومي أستاذ يحي الكومي ورئيس النادي وكتبنا الشيك ودينا هولو وكتب للسيغنى طالب بس إيه إنه تختم فكلم الكابتن أنوس في الإسماعيلة في الإسماعيلية قال له هات الخيط متعلاني لقى جاي له بعشرة عربيات قال له كان جاب له جمهور الإسماعيل قال له من قالك إن إحنا هنبيع عساد معاوض يا جماعة عساد معاوض أخر سنة له وحيمشي ببلاش وحيت نزلينا عن متين وخمسين ألف مش عارف أو إيه يعني كان مبلغ ودي صفخة ستة مليون جنيه حتساعدنا قال له إنه لا بس وبعدها راحوا بيعينه لنادي توركي هل النادي توركي ده كان كبري مننا زي ما بيتقال زي يعني إنت فيه نادي توركي ما أنا أقولك ما هو ده اللي تقال ما هو يقوله اللي عايز يقوله ما أنا عاوز أوضع هل كابتن عبد القيا كان واخدها محطة عشان يرجع؟ أنا بقى إيه لوقت ده اللي أوصل إنه أنديها في توركيا وفيه البرتغال توبا كبري ليه ده أنا بقى رئيس الاتحاد الدولي يعني أنديها دي ليه مصالح يعني النابل إعلي ما جابلوش عقد في توركيا؟ لا طبعا هو جاب العقد الإسماعيلي اللي جابله العقد وحط بند عرب نية البيع فهم فعلوا البيع رح تانى رايح لهم الواد قال ابتدى يبقى دور الساد معاوز بقى يزن عايز أرجع عايز أرجع عايز أرجع قالوا ده إحنا لسه شاريينك قلت لهم خلاص قلهم حد لهم مئة ألف دولار زيادة؟ قالوا لا مئة وخمسين قلت لهم مئة وخمسين ألف دولار زيادة وقت حلت لهم مشكلة إنما ما كانش عشان خاطر اللي قال لك بعض الناس قلت لك إنه هو الموز عبد القيعي هو اللي هو ده يا عم إزاي؟ هو اللي جاب له العقد وهو اللي جابه إزاي بس أجيب له عقد في توركيا؟ هو أنا جايب له عقد في طيب لما إحنا طهر الشيخ طهر الشيخ كان في الأولمبي حاجة سوبر ستارز وكان أي نادي فيك يا مصر كان يتمنى إنه يجيب طهر الشيخ وتعريبا حصل لقاء بين النادي الأهلي وبالنادي الأولمبي والأولمبي ما وفيش لا مش ما وفيش فريق مرتاجي لما راح يتكلم الكاب نصالع بقى كان مشرف عالكورة في الوقت ده نعم وأعتقد إنه كان عيده مجلس الظهرة فقال للفريق مرتاجي طهر الشيخ وده لعيد في المتخب الأولمبي وصغير عنده عشرين سنة ووعي جدا فقال له طيب أنا هكلم الفريق رئيس نادي الأولمبي قال له خمسين ألف جنيه خمسين ألف جنيه في السبعينات يعني خمسين مليون جنيه دلوقتي طبعا يعني هديك مثل الكابتن حسن شحاتة وهو في الكويت كنا هنجيبه تكلفته كانت أربع طلب جنيه كابتن صالع علي لا تلبينا أربع طلب منين يا كابتن كنت وافع الله فين أربع طلب منين وكان ميزانيته الكرة في النادي اللي قال لي مثل ألف جنيه ما ما كانش فيه فلوس في الأندية للكلام ده نعم ففريق مرتجي قال لي هو اعتذر لي بأدب يعني قال لي خمسين ألف جنيه فعدلي انسى الموضوع على طول فلما قلتك طاهر ابتدى طاهر اتخنق حلمه بيانهار لا وانا مش عاد في مصر ابتدى يقول لا طب خلاص بقى ولا أهلي ولا قلوم بي ولا مصر ولا حالة بس ابتدت بقى فكرة انه سافر لما سافر وتجوز هناك اشتغل في شركة بقى يمرن ويلعب في الشركة زهق يعاد لي تنسيتني يعاد لي انا عايز ارجع قلت له لا عايز ترجع وانسيتك ده الفرقة بقت زيل واحد كان جيه بقى التدعمات كان دكوتي بقى جاب مختر وجاب جمال عبدالعظيم ومحسن الصالح ومحسن الصالح كانت فرقة مينفعش قلت له احمد عبدالباقي من مينيا قلت له انا جاي لك رحت مسافر سافرت تتفسح اللي رحت عشان ترتب هو كان معي فلوس ده الفريق مرتاجي ما بقول له لأ هو عنده مشكلة مراته مش عايز ترجع مصر مراته مش عايز ترجع مراته مش عايز ترجع مراته كانت مصرية كانت مامة كريمة اه مامة كريمة فقال لي انا اعمل ايه انا مش عارف ايه وبعدين لو احرجع مصر ما انا حرجع النادي الاولمبي قلت له طب استنى بقى رحت اواخد كمال بيت وروحت رايح عالنادي الاولمبي اه قابلنا اه رحمة الله عليه الجويني اه يا فندم دلوقتي اخبار اه طاهر ايه قال طاهر احنا عارفين له سكة بيقولوا انه في كندا انا كنت قلت له بقى بعد جواب لواحد صاحبك رغاي كده اقوله انه في كندا واتجوزت وععيشوا وبتاها عشان يعرفوا وقت امال هروح اقول له مش يعرفوا اخباره ترتيبك ترتيبك قلت له بس عايزة اما روح يبقوا عارفين اخباره اه فقال لي ده اتجاوزوا وبتاها واحد قلت له طب استفادنا ايه بقى اهو لا المنتخب كسبه ولا الولوم بكسبه ولا احنا كسبناه ولا حاجة قال انت وانت خسرين فلوس قال لي يا اخوية عايزو اخدو بس انت حر ترجعت ما ترجعوش انا حديك الاستغنى وحاخد فلوسي ماليش داعه بقى تعرف ترجعه ولا لا ده مش بتاعتي فكمال حقق بيه قال له راح بصصلي كده قلت له كمال بيه قال لي خمس سلف جنيه قلت له كمال بيه خمسين بقوا خمسة قلت له اسمع رحت واخدوا على جنب كده قلت له مش هنتفاحم كلهم قلت له ازاي قلت له هنعمل لك بضمان حد قدنا خمس سلف جنيه يعني يجيب ثلاثة لديله ألفين يجيب ستة ياخد فخلصنا على كده واحنا يا مين لو ما جاش ماليش داعه هتعمل الماتش وحاخد خمس سلف جنيه وكمال بيقولي ودي عاد ليه اوعى تكون هتغرقنا قلت له تدفعت حاجة كمال بيه هتعمل الماتش ها 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 و بعدين سفرت طبعا وربنا سهل وعرفته ارجع بيه أتس اشتركوا في القناة